المغربة يقولون بأن البركة تقرى من جفاها مني كنشوفوها بالحملة الدولية التي تروم تشويش على المغرب بدعوات تجسوس عن طريق استعمال يعني دكبرمجية ديل بيغاسوس لتابعي الشركة الإسرائيلية أنيسو يعني كنستحضروا هذا المثال اللي قلنا بأن البركة تقرى من جفاها لماذا؟ لأنه وخاها تقريباً قوسين المخدوم اللي نشرته واحد مجموعة للصحوف أمريكية، بريطانية، فلنسية، ألمانيا إلى آخرين جرائد كلها تقريباً نشرته ونهار ودأس الأحداث الأخرى التي تستحق المواكبة إلا واحد مجموعة للصحوف فلنسية أصرت على أنها تبقى يعني تلوك يعني هذه الاتهامات ضد المغرب وقد عندها وحف العقدة دي الفيكساسيون على المغرب وعلى رأسها الموقع دي الميديا بطارت دي ذلك الشيوع الفوضوي إدوي بلانيل وعلى رأسها أيضاً يعني لوموند وفرونس 24 وغيرها من هنا يعني كنفهموا بأنه يعني مني كنقول لبركة تقريباً من كفاها يعني مني كنشوفوا هذه الحملة تقوضوها بالمجموعة للصحوف الفرنسية كنقولوا لماذا؟ لأن هذا الجرائد كل هذا المواقع كالدور في الفلاك دي اللوبي الجزائري مثلاً هذا ميديا بطارت معروف بالولاء دي اللو المناصرة دي القرح دي البوليزاريو وبالتالي لا حاجة للإنسان أن يزعيج ويرتعب من ما يكتب ومما يتهم به المغرب لدرجة أنه صور المغرب كأنه جحيم والحال أنه جزائر يعني أفضع حالاً من الصومالي ومن أغندا حتى لا أقولها مقارنة مع المغرب لماذا؟ لأنها جزائر للتجسوس يعني بحل لك تجيك تقولي نرى الشمش تشرق من الشرق هذه حقيقة معروفة وبديهية من البديهيات لأول يعني درس كنت عن المطالف العلاقة الدولية في كل حقوق وهو أن الدول كتجزز على بعضها على بعض منذ أن خلقت يعني الدول في التاريخ بالعكس يعني في الهندسة المؤسساتية وفي الهندسة الدستورية دي الدول كالقاوا بأنها كين أجهزة دي التجسوس وكين أجهزة دي المكافحة التجسوس بل أنك من ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لها وكالة ضخمة جدا ترصد لها الملايير يعني كل سنة لا هدف لها إلا التصنط ولا هدف لها إلا التجسوس لا وهي الأنسة يعني شيء ما شيء جديد ولكن الجديد هو الضور الذي أصبح الآن يلعبه المغرب على المستوى الجيوستراتيجي في المحيط الإقليمي هو الذي أقلق وأزعج وأوجع القوى الاستعمارية التقليدية مثل ألمانيا مثل فرنسا مثل إسبانيا مثل هولندا مثل بلجيكا التي لا ترغبوا في أن المغرب هي الزراس ولا ترغبوا في أن المغرب هي ربي الرجية بالعكس أبغاد المغرب قدائما في ذلك المستوى يعني واحد البروفيل للتلميذ اللي كنت صنته التلميذ الذي يتلقى الدروس وهذا الشيء باش نفهموه الرجعوا عين للتاريخ القريب الرجعوا بالتحديد لألفين وسبعطاش علاج قلت لألفين وسبعطاش لأنه هو العودة يعني رجع المغرب أنتون كوسينيير رجع الاتحاد الإفريقي ولنرجعنا لهذه التقارير وهذه الجرائد بدأت دوتش فيلا دي ألمانيا لوموند ميديا بارت فرنس فانتكاتي لأخيرين كلها كانت تشكيكو تشكيكو في العودة للمغرب الاتحاد الإفريقي في الفين وسبعطاش وكلها كانت تنشره يعني مقالات مخدومة ومسمومة ضد المغرب وضد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ولكن المغرب يعني مشاف في السياسة ذيالو والحمد لله نحن نجني تمار ذي هذه السياسة لتبع المغرب يعني رغم كيد الكائدين ورغم كيد هاد الصحف الفرنسية اللي كدور في اللوبي كما قلنا دي الجزائر في فرنسا الدليل هو أنه وصلنا الآن واحد للألف اتفاقية التي تبرمات مع الدول الأفريقية الدليل هو أنه واحد المجموعة دي الميغا بروجين اللي كيددالوا الآن بالمغرب ومن المجموعة دي الدول الأفريقية على رأسهم لوسيبي في إيتوبيا وفي رواندا وأيضا الملف دي الغاز مع نيجيريا تم منسوش يعني بالموازنة مع هادشي واحد العداد دي الدول سحبات الاعتراف ديها من بوليزاريو بالفضل يعني الدبلوماسي الهجومي اللي قادها المغرب في هذه السنوات الأخيرة لدرجة أنه من 86 دولة كانت تعترف بالملحقة دي الجزائر الآن لا توجد إلا حوالي 30 دولة تعترف بالبوليزاريو ولليقين أنه عن مقارب ستتحقق انتصارات أخرى لدفع بعض الدول إلى سحب الاعترافها حتى نصل إلى حوالي 15 أو 20 اللي فقط تعترف بالبوليزاريو وعلمان أنها الدول اللي بقات يعني ليست لها واحد يعني كاليبر كبير وليست داد صيت سياسي قوي في الصحة في الصحة الدولية ثم يعني السوريز اللي تدار فوق القاتو وهو الاعتراف دي الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة دي المغرب على كامل ترابه من طنجة إلى القويرة اللي تنفي عهد ديال ترامب وهو الاعتراف الذي زكته ورسمته ورصخته الإدارة ديال ديالة 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 في ديالة 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 شكوان له مني كندخله في الميزان كنفهمو الحدة ديال الصعار ديالجزائر والحدة ديال الصعار ديالقوى الاستعمالية الأوروبية التقليدية التي أشرتوا إليها اللويا فرنسا وإسبانيا وآلمانيا وبلجيكا وهولندا هذا اللي بحلبنا نقول له قرولو كل واحد لدوز يملو لتا هو زاد الجج يعني هاد الوجع بالنسبة لها القوى الاستعمالية وبالنسبة للجارة السوء لها الجزائر ويتمثلوا في الدور الفعال الذي قام به المغرب على مستوى ذي الأزمة دي الليبيا وحنا كنعيشه يعني الآن واحد الحادث اللي كيتمثل فيه أن المغرب دير ربيضة فطاس مع ألمانيا بخصوص هاد الملف دي الليبيا بشكل جعل ألمانيا تفهم بأنها رأى أمام واحد دولة اسم المغرب صغير وجعلها بالتالي تدعو المغرب للحضور إلى مؤسمر ميرلين الخاص بأزمة ليبيا ثم نزيد واحد مثال آخر وهو النصر الذي حقق المغرب عبر دفع المنتظم الدولي إلى الاقتناع بوجاهة المغرب في مكافحة الإرهاب وتوجد ذلك بأن الأمم المتحدة قررت أن تفتح مكتبا إقليميا لمكافحة الإرهاب فين؟ في الرباط يعني شكلين زعمة زاد في الغيض للجزائر ثم يعني أخيرا وليسا أخيرا وهو أن المغرب يعني رغم القدرات المالية ديالو التي تساوى مع الفور النفطي التي تعيشها جارة سوء للجزائر تمكن أن يدخل إلى طوب تين دي الدول في العالم فيما يخص مواجهة جائحة كورونا لدرجة أن المغرب الآن يعني يعد من الدول العشرة على المستوى العالمي اللي استطاع أن يلقح السكان ديالو بارابوردك لوراسيو ديالذي الساكينة في حين أن الجزائر لم تتوفق حتى في توفير الماء لشعبها فأحرى أن توفر لهم اللقاح ضد وباء كورونا هذا شي كله يعني هو اللي يخلي الجزائر يعني تتحرك يعني دات اليمين ودات الشمال وتضع كل يعني بيضها في سلة واحدة لو هي سلة العداء للمغرب وشي عشناه 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 في القرقالات فلما يعني أمرت يعني جزائر الملحقة ديالبويساري بعرقلة السير في معبر القرقالات في 2016 و2017 وعشنا أيضا في القرقالات في 2020 لما تجددت هذا العمل إذا العرقلت تنقل في القرقالات بشكل دفع قوة المسلحة الملكية إلى التدخل بشكل سليس واحترافي لتطهير المعبر القرقالات من العصابة ديالبويساريو وشفناه أيضا يعني في الوقاحة ديالجزائر لما صوتت ضد المغرب على مستوى يعني التوصية الخاصة بسرطة أمنيليا وناصرت بذلك يعني إسبانيا ومنسوش أيضا تصوت ديالسبانيا والجزائر لإدخال ابن بطوش أو براين غالي إلى إسبانيا بطريقة سرية ومنسوش تحرشات الأخرى المتمثلة في اللوبيات ديالها في أينما كانوا إلا وكتعود تزيدهم يعني الرشوة أكثر من أجل أنهم يسموا يعني السمعة ويسموا السمعة للأصولة للمغرب لكن ما تناسته الجزائر وما تناساه يعني الأعداء الأوروبيين يعني الممتلون كما قلنا قبلها في القوى الاستعمارية التقليدية هو أن المغرب يعني يساوي الأسد والأسد معروف أنه يتميز بالشراسة في الدفاع على مصالحه والدفاع على يعني عشيرته ولهذا فالمغرب يعني قادر على أنه يواجه جزائر ويقادر على أنه يواجه يعني هذه القوى الاستعمارية التقليدية والأيام بيننا